هذا يدعو أكثر إلى أن نحن دكتور محمد هل أنتم كنتوا ذهبتم لتشاهدوا هذه المدرسة وهذه الضواب هذه الضواب أنا بس أستكمل هذا المستعالي على أنا عايز أقول الإعلان عن وجود مدرسة مدرسة للرقص تعلم الرقص بطريقة كما تفضل أصحاب المدرسة وقالوا أنها طريقة عصرية الناتج حيكون رقص أم حيكون شيء آخر يعني أنت ضد الرأس عموما يعني مسألة الرقص يعني مسألة الرقص الهز استخدام الحركات إظهار المفاتن يعني جذب الأنظار تفاصيل كثيرة جدا في الموضوع مسألة ليست يعني مسألة مقفولة وبنتكلم عن شيء مش معروف طب يعقب الأستاذ أحمد بس نص دية واسمعت عليه الأستاذ عالي في نهاية طبيعي أنه الرقص يبقى فيه حركات وهز هو الجسد يعبر عن نفسه لكن لماذا تعتبر حضرتك أنه هذه الحركة مسيرة أو أنه بطبيعتها مقززة هناك حركة مسيرة واسمح لي أنا لم أخل هذا طيب طيب لا أنا أخل قزز يعني هَلَّذِين يرقصون في اسبانيا الفلومينكو هَلَّذِين يرقصون الدبكة في سوريا ولبنان المصريون الذين يرقصون التحطيب ويرقصون الدحية ويرقصون الحجالة والنوبيون الذين يرقصون في الجنوب والاسكندريين الذين يرقصون رقصتهم المختلفة الى اخره الى اخره هل هذا كله نحن نتحدث عن رقص في مدرسة الرقص للنساء نحن محددين نحن محددين المحددين نريد ان نفهم هل انتم ضد الرقص اطلاقا ولا ضد رقصه بالذات اسمحلي اسمحلي اجدادنا المصريين على ما كان فيهم من عظمة ليسوا مصدر المصادر التشريع نحن نعيش الزحمة في مجتمع تحكمه اصول وضوابط من الذي يحدد الضوابط الدستور الدستور منع الرقص الدستور قال ان شريعة الاسلامية هي مصدر التشريع عظيم من قال ان شريعة الاسلامية ضد الرقص الشريعة الاسلامية بالضرورة ضد الاثارة ضد الاثارة وليس ضد الرقص والرقص يثير لا هذا هذا كلم مطلق لا يمكن أن يكون فن البالي مثيرا لا يمكن أن تكون الدحية مثيرا لا يمكن أن تكون الدكة هذا رقص حددوا الكلام أنتوا ضد أي رقص تتكلم عن مدرسة الرقص المصرية التي أمشأت لتخرج منها رقصات نعم رقصات وراقصين ما المانع المانع أن هذا مثير ويؤدي إلى قيم سلبية في المجتمع عند إذن اسمح لي كلمة واحدة قبل الأستاذ ما يكون من حقه طبعا نتكلم نحن في هذه المسألة نختار أسلوبا من أسلوبين إما أسلوب المنع وهذا ما تقومون به والتحريم وطلب المصادرة وإغلاق الأبواب أو أسلوب النقد هناك أسلوب أي أبواب أي أبواب باب النشر وباب الفن أنتم تمارسون وأنتم في يعني معقل من معاقل المفروض معقل من معاقل الحرية والديمقراطية تمارسون عمل الرقابة هذا غير صحيح وأنت تعلم حضرتك أنت تعلم حضرتك أن الحرية لا تتجزأ وينبغي عليكم وأنتم في مجلس الشعب أن تدافعوا عن الحرية وعن الإبداع وعن حق الناس في التعبير وبعد ذلك عندما نرى رقصة مثيرة خارجة على ما ينبغي للرقص والفن أن يتحلى به ننقضها أما أن نمنع المدرسة لأنها سوف تخرج راقصان راقصات وراقصين سيادتك تستخدم نفس الأسلوب الذي تنتقده وهو التعميم تستخدم نفس الأسلوب الذي تنتقده وهو التعميم يا أستاذ أحمد أرجوك لا تعمل يعني عندما تقول أنتم تمنعون هذا كلام عام لا يجوز أن يصدر من حضرك وحضرك يعني أستاذ الكل نحن نمارس دورا رقابيا محددا ونبحث عن الحرية للجميع بضوابط المجتمع الذي نعيش فيه أستاذ علي وليس بضوابط أسبانيا وليس بضوابط السويد بضوابط مصر بدأت بضوابط لأنه هو الذي بدأ القضية قدم سؤالا العام الماضي وأنت أكملت بعد ذلك وقدمت سؤالا هذا العام تعليقك على هذا الجدل بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله حالك سألت سؤال أنت رحت ضربت المدرسة دي أنتو مش عايزين نتكلم في كلام عام أنا ضربت المدرسة دي عليت إيه بقى؟ اصبر معي شوية السيد الوزير رد علي قال لي دي مدرسة رقص حديث بدأت بفرقة رقص المصرح الحديث بدار الأبرة وإن هي لا تستهدف إثارة الغرائز ولا الرقصات الرخيصة قلت والله جميل أما رح أشوف الكلام ده في الواقع فأنا رحت فلقيت المدرسة عاملة نموذج له دعاية لها دعاية لفرقة رقص الحديث دي قادي شاب فين الكاميرا طب أعملها عشان سيد أحمد يشوفها اي حاضر شاب يجلس على الأرض فخاده عريانة وبنت نفس الوضع حاطت فخدية فوق فخدينها ورجلين محوطة ضارع من وراء فأصبح هذا تلامس الاتصاق عرج والاثنين هذه الصورة فين الكاميرا الصورة التحتانية دي شاب كبرها شوية سمعت مش باين خلاص خلاص هي واضحة كده شابين اثنين واحد انت شايف فيها إيه أستاذ علي فلصيفك لها عريانة فلصيفك لها وفرد رجليها وقاعد أمام منها وفر رجليه ودخل برجليه فوق رجليها إلى أن وصل رجليه بات حموطة ظهره ادي واحد الثانية شالها على صدره اه اجدامك شايف النص الفاني شالها على صدره رأسه فين الصورة يا شيخ اه رأسه رأسها ملاسق الوجه وظهرها ملتصق بظهره ببطنه ونصها التحتاني أعددها ملتصقة بقبله ملتصقة لتصق كامل أعددها الخلفية ملتصقة بأسفل بطنه من أمام طب الكلام لأسه يحتاجت عليه عشان ما سيبوش بس كده يحتاجت عليه سألت سؤال انت رحت وشفت انا رحت وشفت حضرتك شيء ههي فوق ظهره بطنها على كتفة هذا هذه المدرسة لازم أن أكون واقعية لما أنقض أستاذ أحمد أنا أكمل أستاذ ويا أنا أكمل أنا أكملت شيء خلق لا بستصدر أنا أكملتها أنا أكملتها ضعي أتفضل لما أنقض إحنا شدفنا النقد أنا لي أدور أمثل الشعب فيه الحكومة عملت مدرسة وزارة ثقافة عمت مدرسة للفن معين وهذه المدرسة الوزارة فيها تجاوزت من ناحية إن فيه مجلس أعلى للتعليم هو اللي بتصدر منه لواحي المدارس المدرسة لا سلاحة لاحة داخلية مكتوب عليها مركز الإبداعي الفني مش قدريني كتبه مدرسة رقص في دار الأبرى طيب يا جماعة الدستور والقانون لا يسمح بالثلاثة دول اللي هو الالتصاق والعرج والاجتزاز أنا معي الأدلة اللي الدستور والقانون أنا أمين عليه فلنوا بنتكلم بشكل طب سبرشان عشان عندي فاصل بس هخليك تعاوض بكلم بشكل الموضوعي حضرتك إيه الشكل الموضوعي إن دي مدرسة وانشئة جديدة قبل محكم عليها راح أشوف رأيت إن المدرسة فيها المخالفات التلاتة واضحة وصريحة فيها مفيش ليحة داخلية ولا كد من نص مدرسة يا أستاذ علي بس قبل الليحة وقبل التفاصيل بس عايز له أستاذ أحمد يعلق على هل ده نقد موضوعي شاهدنا ولا أنت شايف أنه تفسيرا جنسيا لا هذا ليس نقدة موضوعية لماذا الأستاذ تحدث عن الالتصاق التصاق في المصارعة يلتصق المصارعة مثلا المصارع مع المصارعة اسمحلي ويدو البنة لا 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 اسمحلي اسمعنا ما بقى هذه لا لا سيبني أكلم لا أردو فهمت أنا فهمت أنا فهمت طيب من تطالح حضرتك واصلها هذا المصارع والمصارعة اسمحلي لا 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 تنقشني سيبني انتظر من فضلك فضح حضرتك انتظر من فضلك فهمت أنا فهمت أنا فهمت هذا ليس نقدا طبعا وموضوع الالتصاق وغير الالطمع ما موجود في معهد البلي اه فأيضا فيه رقصات من هزي نوع اذا أردت انك انت تطبخ أنا أتكلم بس الرقص اوه انت 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 حتقطعني لي انت حتقطعني لي خروج على المضوع بس انت مين قال كده أنا ما أقول كده لا لا مش صحيح ده رقابة اهو ده بالضبط المصادرة هذا هو هو أسلوبكم هذا هو أسلوبكم في التعامل مع الناس انتم تصادرون اسمع لي أكلم لا أرجوك ما يفعش مش كل كلمة أكلمها تترض علي أنا ما رضيتش عليه كنت بتتكلم أنا أقول انه هذا أسلوب في النقد خطأ لأننا ينبغي ان نرى الرقص وعنده اذن بإمكاننا نوافق لا نوافق نقول فيه فحش نقول فيه اه فن اه من يريد ان ينتقد ينتقد ولكن اقحام الشريعة واقحام الدين في كل أمر من هذه الأمور أيضا خدع لأنه لم يقل أحد انه الشريعة الإسلامية ضد مدرسة الرقص التي أنشأها فاروق حسني أو غيره أو معهد البالي وأنا أريد اذا أردت انك انت ترى عشرات بل مئات الأوضاع والصور التي يكون فيها الراقص مع الراقصة ويحتضنها أو يمسكها إلى غير ذلك في أعظم الباليهات جزال وبحيرة البجع والجمال النائم إلى غير ذلك دون فحش ودون أن يستطيع أحد إلا مريض أن يرى في ذلك شيئا حيوانيا أو غير لائق أو غير مهزب أو غير مؤدب إلى غير ذلك هزف أستاذ أحمد تسمح لخفف بس بناشى بفاصل قصير ثم نعود إليكم بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر